أهلا بكم أيها الرائعون عندما تعقد العزم على جذب أهدافك قد يخطر في بالك ذلك الإحساس الرائع الذي سوف تشعر به إذا كنت تقطن مثلا في منزل أحلامك أو تقود السيارة الفاخرة التي تعجبك أو تكون في سفر رومانسي مع الشخص الذي تحب أو تكون محاطا بدفء العائلة والأصدقاء أو أن تنعم بصحة جيدة قد تكون المعادلة الصعبة في قانون الجذب والتي يعجز أغلب الناس عن فك لغزها أن تشعر فعلا بهذه الأحاسيس رغم عدم امتلاكك لكل ما ذكرناه وهذا أصعب اختبار في قانون الجذب على الإطلاق ما يحدث ببساطة أنه عندما تصل للمشاعر والأحاسيس الحقيقية لكل رغباتك كما لو أنها معك في هذه اللحظة بالضبط باستطاعتك جذب كل ما تريد لأنك على نفس التردد الطاقي مع رغباتك وأهدافك إذا كان باستطاعتك صناعة مشاعر حقيقية جدا لما تريد تكون قد فعلت فعليا قانون الجذب على الرغم من أن هذا التحدي صعب جدا من حسن الحظ هناك طرق أخرى تساعد على ذلك مثل التأمل العميق والتخيل وغير ذلك يوسف حسن أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر